تهدي إلى الحق المبين بصائر وعلى الهدى للسائرين منائر تهدي إلى الحق المبين بصائر وعلى الهدى للسائرين تمسك بالكتاب والسنة مهم جدا في غمرة الفتن التي نحن فيها في غمرة الضلالات والبدع في غمرة هذا الكم من الغثاء الكبير الذي يطرح في المنابر المختلفة ومنابر الإعلام ومنابر مواقع التواصل ومنابر الشبكات تطرح كما كبيرا يحتاج المؤمن معه إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وإلا يضيع ارجع إلى الآية ارجع إلى الحديث ارجع إلى الآية بفهم السلف الصالح ارجع إلى الحديث بشرح علماء السنة هذه قاعدة مهمة جدا أيها الإخوة والأخوات حتى لا نضيع حتى لا نضل حتى لا نزيغ الأراء كثيرة يطرح يوميا يطرح يوميا في مقاطع اليوتيوب في القنوات الفضائية وفي الروايات الكتب والمطبوعات أفكار كثيرة آراء متعددة متنوعة ما هو الحق؟ ما هو الميزان؟ ما هي المعايير؟ ما هي المرجعية عندنا؟ المرجعية إلى الكتاب والسنة تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك لا يزيغ عنها بعد إلا هالك والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ تذكروا جيدا أيها الأخوة والأخوات القرآن بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين والعلماء والسنة الصحيحة الأحاديث الصحيحة بشرح علماء السنة بهذا لن نضيع لن نزيغ لن يحدث لدينا تيه ترجمة نانسي قنقر